الأمر الثالث أنهم يفتون حسب هوا فلان وفلان نقول لا والله هذه الشبهة الثالثة عند العلماء والله إنهم لا يفتون حسب الهوا شيخ بن بازل رحمه والله يقول أدركت عبد العزيز أبو الملوك وابنه سعود وابنه فيصل وابنه خالد الآن فهد قال والله ما تكلمت بكلمة إلا وأرجو الله في هذه الكلمة مات يا ابن بازل وما أخلف شي هل يبيعون هؤلاء دينه مجاني كده لماذا يحذرون من هذا الفكر لماذا يقول عنه خوارج دينه المجانة يفتون حسب هوا فلان وفلان يا شباب اتهموا الراي لا تتهموا العلماء واخذوا هذا الحديث حديث عظيم وقل من ينبع عليه اليوم إذا حكمت عقلك ستتبع أبو فلان وام فلان وجدة فلان وإذا حكمت الشرع سوف تتبع ابن بازل وابن عثيمين والفوزان والألباني والمفتر ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش فكان مما صالح عليه قريش كتبوا في الصلح من جاء منا راغبا من قريش راغبا في الإسلام فترده إلينا ومن جاء منكم إلينا لا نرده فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة شروط وقبل التوقيع جاء من من الذي جاء سهيل ابن سهيل أبو جندل ابن سهيل ابن عمر بقيوده هارب من مكة ورمى نفسه فقال سهيل ابن عمر هذا أول واحد قاضيك عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فرغنا يعني ما 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 اتفقنا لسه قال والله لا أصالحك أبدا أول واحد رجع لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيزه لي قال لا لا أجيزه لك فاسمع ماذا قال أبو جندل نسهيل ابن عمر كلمة تتفطر لها قلوب أهل الإيمان قال يا معاشر المسلمين أترضون أن أعود إلى مكة فأفتن في ديني وكان قد أوذي عذابا شديد كلمة ليست سهنة لكن الشر الوقوف عند الشر أكواي ستتبع فلان وفلان المسلمون يقتلون والله لست بأشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم هل المسلمون يقتلون الآن هل هذه الحركات التي التي تقع في بلاد المسلمين تنفع المسلمين ها هناك صيحتان جاءتنا في ثلاثة عقود الأخيرة الأولى صيحة باللادن والثانية صيحة الحوثي عبد الملك الحوثي صيحة باللادن من يذكرها قسما بالله لن تهنأ أمريكا بالأمن حتى يهنأ إخواننا في فلسطين بعد القسم بدأت التفجيرات في بلاد العالم والإسلام عبد الملك الحوثي الموت لأمريكا الموت لإسرائيل والقتل لأهل السنة هذه صيحة وهذه صيحة لكن القتل فيه في بلاد في بلاد المسلمين إذن هذه الشبهة الثالث من الشبهة يعني ما نقول نيش آخر الشبهة ما هي حسب هوى فلان وفلان